اهلا بكم اعزائي طلبة وطلبات التعليم الصناعي قسم الزخرفة والاعلان والتنصيق الصف الثالث برحب بكم النهاردة في حلقة جديدة في مادة تكنولوجيا الخامات طبعا زي ما كنا بدأنا في الحلقة السابقة وهي كانت أولى حلقات في تكنولوجيا الخامات للصف الثالث انت مادة الخامات مش مادة جديدة عليك ولكن الجديد هو المحتوى اللي احنا هندرسه في مادة الخامات في الصف الثالث طبعا انت عرفت كويس جدا في السنوات السابقة في الصفين الاول والتاني ان مادة تكنولوجيا الخامات هي جزء من مسلس التكنولوجيا زي ما بنقول دايما لا تنفصل عن الضلعين الاخرين لمسلس التكنولوجيا وهما المعدات الخاصة بالاجهزة والمعدات والعمليات الخاصة به خطوات تطبيق الدهان النهاردة علشان اعرف بالزبط ازاي هتطبق خطوات الدهان بتاعتي بشكل سليم لازم اكون عارف كويس جدا هو الخامة دي طبعتها عاملة ازاي ايه اللي ينفع مع ايه ايه اللي ما ينفعش مع ايه دي مواد كيميائية فيها مواد قابلة للاشتعال فيها مواد سريعة للاشتعال فيها مواد بطيئة للاشتعال هو ده مهم ده مهم جدا ليه بقى لان انا ما قدرش احط مثلا حمدي على قلوي ما قدرش احط مادة زيتية مع مادة مائية ما ينفعش احط مركب بطبيعة معينة مع مركب اخر ممكن يحصل عندي انفجار زي الجير مثلا الجير قلوي قوي ممكن يتفاعل بشكل غير امن فيبقى مضرر جدا بالنسبة لك وده انت هتدرسه في الخامات الخاصة بدهانات الافرسكو في منهج هذا العام انا عايزاك تبقى عندك فكرة ان انت كل معلومة بتكتسبها هي صروة بتضاف ليك انت كشخص كانسان يعني انا مش بتعلم بس عشان انجح لا انا بتعلم عشان يكون عندي العلم اللي يؤهلني ان انا اكون ناجح في حياتي انا النهاردة عندي زي ما قمتلك الدبلوم ده سنة تحديد مصير هتقدر من خلالها ان شاء الله تعمل لنفسك مستقبل افضل احنا اتفقنا انت قدامك بعد نهاية العام الدراسي عدة اختيارات يعني ما تكون صاحب مشروع من خلال دراستك لمادة التخطيط والمشروعات هتكون قادر على انك تعمل ده في حدود امكانياتك وخبراتك هتقدر تشتغل بشهدتك كمان تقدر تكمل دراستك ان شاء الله الجامعية وانا اتمنى ليكم جميعا التوفيق وزي ما قلنا مش حاجة افضل من حاجة الحاجة اللي انت هتكون شاطر ومتميز ومتفوق فيها هي دي الحاجة الاحسن لك او الافضل لك نرجع بقى لمادة تكنولوجيا الخامات انا قلت ان انا حابة انك انت لما تستلم الكتب بتاعتك تتطلع عليها صحيح انا مش اول مرة اخد خامات لكن انا يهمني اعرف الخامات السنة دي بتتكلم عن ايه فانا بدل ما هسيبك انت تستعرض الكتاب لوحدك انا هساعدك على الاقل في اننا نستعرض مع بعض منهج الفصل الدراسي الاول او نكمل استعرضنا لسبب احنا مش مجرد بنقول المحتوى بتاع المادة ايه لا لو تفتكر اللي ركزوا معايا فيه الحلقة السابقة انا كان عندي مجموعة من المصطلحات اللي بتمر علي وانا بقول العنوين هي العنوين فيها مصطلحات طبعا كلمة رش سيخن ده مصطلح له معنى له دلالة له طبيعة كلمة بويا حرارية ده مصطلح له معنى وله دلالة كلمة مستحلب لها دلالة كلمة ورنيش لها دلالة كلمة بويا لها دلالة كل الدلالات دي احنا شرحنا جزء كبير جدا منها في المرة السابقة لما كنا بنتكلم عن العنوين وبنتكلم عن معاني الكلمات حد شاطر فاكر بيقول لي الفرق بين الورنيش والبويا ان الورنيش شفاف يظهر ما تحته وده مهم جدا في اظهار جمال زخارف الاخشاب بينما البويا ساترة تخفي ما تحتها وذلك لاحتوى على القواعد البيضاء او السوداء اللي بتدي قوة تغطية وبتخلي البويا ساترة وتقدر تغطي السطح اللي تحتها ده مطلوب وده مطلوب يعني انا النهار ده زي ما قلت لكم لما اجي اعمل حيطة ايه اللي استفادة اللي انا هستفادها لو دهانت الطوب اللي احمر بدهان شفاف هل ده شكل جميل انا احب اظهره لكن شكل الخشب الطبيعي جميل انا احب ان احافظ على الشكل ده وفي نفس الوقت يظهر فباستخدم دهان شفاف يحمي من العوامل الجوية وفي نفس الوقت يظهر لجمال السطح وده الهدف من اختراع الورنيش شفاف اللي احنا تكلمنا عنها في الحلقة السابقة عشان ان شاء الله من الحلقة القادمة هنبتدي ندخل في الجد بقى ونبتدي نشرح قلبه لمراض بالتفصيل ونبتدي نطبق وناخد اسئلة على المنهج بتاعنا ونبتدي في شرح المنهج الفعلي احنا النهار ده هنستكمل تعرفنا او مقدمتنا في مادة الخامات اللي بنتكلم فيها عن المصطلحات والمعاني والعناوين الرئيسية اللي هتواجهنا ومحتوى المنهج بتاعنا ان شاء الله على مدار الفصل الدراسي الاول وان شاء الله في الفصل الدراسي التاني هيكون لنا استعراض اخر لمحتويات منهج الخامات في الفصل الدراسي التاني خلونا نشوف مع بعض نفتكر احنا كنا توقفنا عند ايه؟ عند البويات الحرارية قبل ما نسترجعها مع بعض هفكركم بحاجتين قلناهم المرة اللي فاتت في حاجات هنفطل نكررها طول السنة تاني هنعيدها هنعيدها مرة واثنين وثلاثة واربعة مش عشان احنا عايزين نعيدها عشان هي بالفعل متكررة زي مكونات الدهانات لو تفتكر انا قلتلك ان 90% بل يمكن 95% من البويات بتتكون من اربع مكونات اساسية ده ينطبق على البويات السنستيك ينطبق على بويات اللاكية ينطبق على بويات زيتية ينطبق على الدهان السليلوزي كلهم متفقين في التكوين الاساسي اللي هو ايه؟ اول حاجة المضة الرابطة المضة الرابطة غالبا الراتنج او الزيت المادة المسؤولة عن التصاق البوية مع بعضها تكامل مكونات البوية تبقى متربطة تبقى قوام واحد والتصاق البوية على السطح هل ممكن دهان ما يكونش فيه مادة رابطة؟ لا لا يخلو الدهان من المادة الرابطة تاني مكون القواعد والملونات هل ممكن الدهان يخلو من القواعد والملونات؟ أيوة في دهانات ممكن ما يكونش فيها قواعد وملونات زي الدهان تم الشفافية لا قاعدة ولا ملون القاعدة دي ابيض او اسود بتدي البوية قوة السطر او التغطية او اساس تكوين المادة الصلبة في البوية القاعدة الملونات طبعا بتديني الدرجات اللونية ممكن الورنيش يكون فيه ملونات شفافة وممكن يكون تم الشفافية لا فيه ملونات ولا فيه قواعد بعد كده عندي ايه؟ المزيبات بنسبة 99% الدهانات فيها مزيبات ما الهدف من وجود المزيبات؟ المزيبات هدفها وصول البوية للقوام المطلوب هل فيه بويات بدون مزيبات؟ ده قليل جدا في بعض البويات بتعتمد على الصهر او التاليين بالحرارة بدون اضافة مزيبات زي إسالات السلولوز أحيانا بتستخدم بالصب السافن بدون اضافة مزيبات تديني قوالب شفافة بدون مزيبات الحاجة الرابعة او المكون الرابع المواد المساعدة يندرج بقى تحت المواد المساعدة دي موانع ترصيب موانع تكوين قشرة حاجات تساعد على انتشار المواد الصلبة في البوية مجففات تساعد على سرعة الجفاف كل دي بيسموها عوامل مساعدة أحيانا بيضاف مواد المنع تفو الملونات أي حاجة بتضاف لتحسين خواص البوية ملدنات الديني مرونة المهم انها مادة بتساعد على تحسين خواص البوية ده الأساس المشترك في تكوين البوية اللي بيختلف رابط البوية الزيتية غير المادة الرابطة لفي السلولوز غير المادة الرابطة لفي السنستي الملونات بتختلف القواعد من بوية لبوية أخرى في عندي بقى كمان الإيه؟ وخد بالك المخضبات دي فيها حقيقية وغير حقيقية المخضبات أو الملونات إيه الفرق بين المخضب الحقيقي؟ كل اللي بنقوله ده مصطلحات وتاني بفكرك بكلمة مصطلح المصطلح هو تعريف مش حاجة محددة يعني كل ما ينطبق عليه التعريف ده يبقى هو هذا التعريف بمعنى إيه؟ بمعنى لما أقولك مخضب غير حقيقي أنا ما عنديش ملون اسمه مخضب غير حقيقي لكن أي ملون أو مخضب لا يقوم بإعطاء لون ويتحول إلى مادة شفافة عند زوابانه هو هنا بيديني قوامه ما بيدينيش لون ده بيسموه مخضب غير حقيقي زي الإسبداج الإسبداج مادة مالئة هو لونه أبيض مائل للإصفرار اللون اللي أبيض ده إذا حطيته أو أذبته في المادة المذيبة وخلطته مع مكونات البوية يفقد قوة البيضة دي ويتحول إلى مادة شبه شفافة فبالتالي يديني إيه؟ يديني قوام يديني تخانة لكن ما يأثرش على لون البوية يعني ببساطة أنا لو عندي بوية لونها أحمر وجيت تقلت قوامها بالإسبداج مش هتتتحول للون البنك الفاتح أو البنبة الفاتح لأ هتفضل حمرة ورغم أنه أبيض لكن مش هيديها درجة اللون الأبيض لكن لو أضفت شوية زنك بقى الزنك مخضب حقيقي يحول اللون الأحمر ده للون زي ما قولنا كده البنك لأنه هيبقى في الحالة دي إيه؟ فأثر في اللون فعلا أو غير في اللون فعلا عارفين بالزبط النموذج ده قريب من إيه؟ لما بتشتري دلوقتي ألوانه فيه للأسف في السوق بعض الألوان الغير جيدة لما بتشتري اللون الغير جيد تيجي عايز تفتح تحط شوية اللون أبيض على اللون تقلب تلاقي اللون زي ما هو كأنك محطتش الأبيض حط شوية كده تقلب مفيش فايدة ده هنا اسمه لون غير حقيقي مخضب غير حقيقي هو أبيض لكن هان فعلا تأثيره لما حطته في اللون إنه بقى أبيض لا ليه؟ لأنه تحول لمادة شفافة قوة تغطيته ضعيفة لكن تعال هات اللون الأبيض الأصلي الجيد تحط منه شوية على البوية تقلب أو على اللون تقلب تلاقيه اللون تغير تلاقيه تفتح فبالتالي هنا المخضب فيه مخضب حقيقي وفيه مخضب غير حقيقي المخضبات غير الحقيقية غالبا بيسموها الموالي ودي مواد بتدي قوام دون أن تؤثر على درجة اللون ودي مهمة في تقليل سعر البوية وزيادة قوامها أو تتقيل قوامها قلنا كمان المكون الرابع اللي هو المواد المساعدة ده برضو بيختلف من بوية إلى أخرى المزيبات نفس القصة مزيب دهان البلاستيك الميا مزيب الدهانات الزيتية النفط أو التربنتين مزيب الدهانات السلولوزية ممكن يكون التنر أو الأسيتون مزيب الدهانات الحرارية غير مزيب الدهان يبقى إذن فيه مزيب لكن المزيب ده بيتغير يبقى النهاردة عندي فيه مكونات أساسية مشتركة في جميع البوية ليه بقوليك كلام ده؟ كلام ده هيتكرر كتير على مدار السنة ولو تفتكروا البوية اللي كنت بتاخدوها في الأعوام السابقة برضو كانت مكوناتها متقربة جدا مع هذه المكونات خلونا نفتكر مع بعض بويات السنساتك الحراري بس فيه برضو ملحوظة صغيرة ما معنى كلمة جفاف حراري وديه ممكن اللي ختمنا بها حلقتنا السابقة الجفاف الحراري هو نوعين من البويات يا إما بويات لا يمكن يكتمل جفافها ونطجها إلا إذا تعرضت للحرارة يعني ببساطة كده أديك مثل من الطبيعة كده إنه النهاردة إنت لو جبت مثلا رغيف عيش عجين وسبته في الهوى هفترض إنه هو لو قاعد في الهوى هيقعد كتير جدا قد ما هيقعده في الآخر هيجف لكن هل هينضج زي لو دخل الفرن؟ لا مش هيديني نفس النتيجة يبقى ده لازم يدخل الفرن عشان يديني نفس النتيجة مثلا عندنا بقى العيش الشمسي اللي بيتعمل في صعيد مصر وهو طبعا من المخبوزات الجميلة ذات الطبع الشعبي يعني ده فيه ممكن يتساب إنه هو بيبتدي ينضج على أشعة الشمس لكن طبعا بياخد وقت طويل لكن إذا شاركت في ده بإن أنا دخلته الفرن هينضج في وقت أسرع يعني هنا بقى إيه المثال يعني أنا كده كإننا دخلنا في المخبوزات استفدنا إيه من هذا المثال؟ إلا نقصده إن فيه عندي حاجة لا يمكن طبيعة بوية لا يمكن يكتمل نضجها إلا إذا دخلت الفرن يعني أنا لو سبت البوية دي 24 ساعة بره في الهواء العادي في درجة حرارة الغرفة العادية اللي إحنا عارفين إنها بتكون في حدود إيه زي ما إنت بتشوف الجوة عندنا في أقصى درجة حرارة في الصيف ما بيعديش إلى 40 وفي أقل درجة حرارة في الشتاء بيوصل 12-13-15 درجة مقوي ده في حالة البرودة الشديدة طيب هل جو الغرفة العادي يجف في البوية الحرارية قال لي أنا الجفاف الحراري ده ليه وظفتين يا إما بوية مدتها الكيميائية بتتفاعل بالحرارة فتجف بالحرارة فدي لو ما تعرضتش للحرارة العالية مش هتجف أبدا ده نوع النوع التاني بقى بوية بتجف في الهواء العادي هتجف بس هتاخد فترة طويلة جدا من الزمن ده مش مناسب للإنتاج الكمي يعني أنا لو عام المصنع بدهن في أساس أو بدهن في معدات عايز المعدات دي عايز إنتاج كمي كل يوم هنا ما ينفعش أنا أدهن واستنى 24 ساعة عشان الحاجة تنشف أو استنى 10 ساعات أو استنى 12 ساعة أنا عايز أسرع من عملية الجفاف ففي بوية صحيح ممكن تجف في الهواء العادي لكن الفرن يسرع من جفافها نيجي بقى لدرجة الحرارة داخل الفرن بتبقى كام ها أكيد ما فيش درجة حرارة سبتة ليه درجة الحرارة بتتوقف درجة الحرارة ومدة التسوية داخل الفرن بيتوقفوا على حكتين توقفوا على نوعية المادة اللي هتدخل الفرن نوع الرتنج الموجود فيها أو المادة اللصيقة الموجودة فيها نوع الملونات اللي موجودة فيها ليه فيه ألوان غمقة تحتاج درجات حرارة عالية فيه ألوان فتحة أبيض لو دخلت الفرن بدرجة حرارة عالية لونه يصفر فيه حاجات مش ممكن تنضج إلا في درجة حرارة عالية فيه حاجة تحتاج تقعد في الفرن 10 دقايق ربع ساعة 30 دقيقة 45 دقيقة يبقى النهاردة عندي درجة حرارة الفرن ومدة بقاء المشغولة داخل الفرن مرتبط بإيه؟ مرتبط بنوع المنتج اللي أنا بحطه داخل الفرن يعني أنا عندي فيه منتجات خشبية بتدخل الأفران هل بديها درجة حرارة زي المنتجات المعدنية؟ عندي مثلا راتنج الميلامين واليوريا هل ده زيه زي راتنج السيليكون؟ لا كل راتنج وليه درجة حرارة في النطج بتاعه هنا برضو يقضنا المصطلح تاني وهو مصطلح النطج وأنا سمع حد بيجاوب معايا بيقول لي احنا قلنا ان الجفاف هو الجفاف السطحي بينما النطج هو الجفاف من الداخل والخارج أو تمام الجفاف النطج هو الجفاف التام المشغولة كده بقت نطج تماما يعني نشفت تماما من بره ومن جوه والدهان بقى متماسك على السطح بنسبة 100% ده معنى كلمة النطج عشان كده بيقولك أنا بحط حاجة بتسرق أو بعمل على إسراع بالإنداج إسراع بالإنداج يعني البوية تجف وتندق في وقت أقل خلونا نشوف مع بعض مكونات بوية السنستيك أو ناخد فكرة عن بوية السنستيك زاية الجفاف الحراري هنا بقى عندي خمات الورنشات والدهانات زاية الجفاف الحراري اللي احنا اتفقنا انها بايه بتنشف داخل الأفران وطبعا احنا قلنا ايه الفرق بين البوية والورنش طيب أنا عندي بص المكونات بقى بوية الأفران زاية الجفاف الحراري هي بوية السنستيك بتتكون من ايه اول حاجة عندي المادة الرابطة وده اللي اتفقنا اننا ما عنديش بوية تخلو من المادة الرابطة طيب زاية ايه المواد الرابطة هنقول بعض انواعها ولكن ان شاء الله ناخدها بالتفصيل لما نيجي نشرحها زاية زاية راتينج اليوريا والملامين يبقى من المواد الرابطة لبيات الأفران اليوريا فورمالدهايد والملامين فورمالدهايد هنا عندي بيات الأفران لها مخضبات وقلنا المخضبات هي الملونات سواء كانت مخضبات حقيقية او مخضبات غير حقيقية رقم 3 المزيبات وقلنا المزيبات وظيفتها انها بتساعد على تخفيف قوام الديان وطبعا ما بزودهاش لانها بتضعف قشرة الديان المواد المساعدة هي كل ما يحسن خواص البوية ويخليها تديني جودة افضل الملدنات الملدنات بعتبرها من المواد المساعدة لكن هو ممكن يحطها كمكون اساسي اذا كانت غاية في الاهمية ايه المكونات تاني بتاعة بيات الأفران هو بيبتدي يكلمني عن الانواع المختلفة من المواد الرابطة زي ما قلنا اليوريا فورمال دهايد الميلامين فورمال دهايد وطبعا هنعرف بعد كده تركبهم بالتفصيل الايبوكسي كنا اتكلمنا او ادينا فكرة عنه قبل كده الفينول فورمال دهايد كل دي روتنجات ممكن استخدمها في بيات الأفران البوليسترات الغير مشبعة بوليستر يعني متعدد وده طبعا من البوليمرات الروتنج السيليكون وده من الروتنجات الممتازة في تحمل الحرارة والعوامل الجوية روتنجات الأكريليك وده برضو من الروتنجات الممتازة القادمة بقوة في انتاج البويات كمان المخضبات اي الملونات حقيقية او غير حقيقية في مخضبات حقيقية احنا قلنا بتأثر وتغير فعلا في اللون وفي مخضبات غير حقيقية وهي الموالي التي ليس لها اي تأثير في اللون ايه الشروط الواجب توفرها في مخضبات البويات زياد الجفاف الحراري طبعا المفروض انها تكون بتتحمل الحرارة المزيبات مخففات القوام زي الزيلين الطلوين طبعا الطلوين والزيلين من المركبات السريعة الاشتعال الايزوبيوتانول البنزول طبعا دي كلها من انواع من انواع المخففات المختلفة الكحول البيوتالي الاسماء دي هتحفظوها بسهولة لانها هتتكرر معانا كتير مساعدات الانتشار طبعا كلمة مساعد انتشار انا مش عايز انتقل من النقطة دي الا ما نوضح ما معنى كلمة مساعدات الانتشار ولماذا تضاف الى البوية ما هي مساعدات الانتشار؟ مساعد الانتشار هو عبارة عن حاجة بحطها على البوية بتعمل حاجة في التوتر السطحي بتعمل تفتيت لقطة الملونات وتساعد على انتشارها في البوية ده بيديني حاجتين هو فيه فرق بين مساعد الانتشار وبين مانع الترسيب؟ اه فيه فرق وان كانوا هما الاثنين بيكملوا بعض وممكن مركب واحد يقوم بنفس الوظيفة ايه هي بقى؟ انا النهاردة عندي البوية فيها راتنج الراتنج ده غالبا بيكون مادة لزجة عندي مخفف المخفف ده سائل عندي ايه بقى؟ عندي القواعد والملونات دي بضرة مواد صلبة جرب انت كده في حاجات كتير انت بتعملها في الحياة زي لما بنيجي نعمل عصير في البيت مثلا معمول فيه ابسط مثال بيظهر عندنا في الموضوع ده عصير الجوافة مثلا بس الجوافة مش بتترصب الجوافة بتطفو طب خلونا نفكر في حاجة تانية لما بنعمل الشاي النهاردة المياه سائل السكر بيدوب فيها الشاي مادة صلبة المادة دي بتحصل ايه؟ بتنزل في القاع وانت بتقلب المعلقة كده مش التفل بتاع الشاي او خبيبات الشاي دي المياه مجرد ما تسيبها تعمل ايه؟ تترصب انا هعمل ايه بقا؟ ازناء تقليب البوية بحط مادة تساعد على الانتشار ايه فايدة الانتشار؟ انا النهاردة لما يجي اخد بالفرشة كده من البوية الجزء ده فيه راتنج وفيه مخفف وما فيهوش ملون ده كده البوية دي كده ممتزجة كويس؟ لأ تجانس البوية تجانس البوية يعني ايه؟ لما اخد حتة من البوية كده بطرف الفرشة فيها اللون فيها المادة اللاصقة فيها الراتنج فيها المخفف فيها كل مكونات البوية الاختلاط ده بيجي من ايه بقا؟ انا بقلب البوية كويس واضيف مساعد الانتشار اشمعنا المواد الصلبة لانها اتقل عندها فيها سقل السقل ده يخليها ايه؟ تترصب كمان فيه معاملات كيميائية تخلي المواد الصلبة دي تتجمع على بعض تقوم معاملات كتلة الكتلة دي تعمل لي تكتل في الديهان تعمل لي عدم انسيبية في قوام الديهان كمان الديهان ما يبقاش متوزع كويس اللون مع المادة الربطة والمزيب فانا بعمل ايه؟ احنا عندنا البوية ده تدخلط فيه خلطات خلط زي الخلط اللي انت بتخلط بيه المكونات عندك في البيت بس طبعا بتبقى خلطات كبيرة جدا بخلط فيها مكونات البوية اثناء عملية الخلط دي انا بضيف المادة المساعدة على الانتشار اللي بتمنع ترصب البوية وتكتلها يبقى الملون هنا اللي هيتكتل على بعضه ويعمل لي كتلة ولا هيترصب في قاع الانياء بتتحط مادة مساعدة اسمها مساعدات الانتشار فيه مادة تانية اسمها الملدنات يبقى عرفنا مساعدات الانتشار وموانع الترصيب فيه عندي مواد اسمها موانع الطفو خد بلك انا ليه بقولك الكلام ده لان احنا هيجي عندنا كتير جدا في المنهج بتاعنا يقولك اضيف الي مادة مساعدة انت لازم تبقى عارف ما هي الموادة المساعدة تعريف المواد المساعدة هي كل مادة تضاف الى الديهان عشان تحسن من خواصه لتحسين خواصه هي مش مكون اساسي هي حاجة بسيطة بتضاف للديهان لتحسين خواصه من امثلة المواد دي مساعدات الانتشار وموانع الترصيب من امثلة المواد دي موانع الطفو في بعض الملونات بيبقى كسافة بتاعتها مختلفة بدل ما بتنزل في القاع بتطفو على السطح ده بيحصل اه هنفترض انها فيها مادة دهنية او فيها كذا المهم انها بتطفو على السطح في عندي مواد تمنع الطفو وتعمل على انتشار البوياه يبقى لا تترصب ولا طفو ولا تطفو هل المادة اللي بتمنع الترصيب هي نفس المادة اللي بتمنع الطفو لا طبعا دي مواد مختلفة عندي مواد ملدنة اسمها ايه؟ ملدنات او مواد بتساعد على اللدانة او المرونة يعني عندي بويا ممتازة جدا راتنج كويس جدا سريق جفاف لامع مميزاته ممتازة لكن الراتنج ده اذا اتعمل به دهان الدهان ده مجرد ما يجف لو اتنى الحاجة المعدنية دي زي سطح معدني او باب تلاجة او مصطرة اذا اتنت الدهان يتشقق ويتكسر الدهان مفوش مرونة انا هنا بعمل ايه؟ بضيف بعض الملدنات زي زيت الخروع او زي راتنج الالكايد الالكايد طبعا من الملدنات المصنعة لكن زيت الخروع الخام من الملدنات الطبيعية المهم بضيف مادة ملدنة المادة دي تعطي للبوية مرونة حتى اختبار المرونة بيعملوه ازاي في اختبارات البويات بيجيبوا قطعة من المعدن مرن يدهنوها بدهان اللي عايزين يختبروه سيبوه لما ينشف تماما يمسكوا قطعة الحديد دي يدهنوها على شكل حرف الاس حديد او الامونيوم او اي معدن مرن تتاني على شكل حرف الاس اكتر حرف فيه منحنان اذا وانا بتنيها على شكل حرف الاس الديهن تشقق وتكسر يبقى ده ما فيوش مرونة كل ما الديهن يستجيب معايا وانما ارجع فريدة تاني ترجع تتعيدل تاني يبقى ده الديهن شديد المرونة وطبعا المرونة مطلوبة في الديهنات عشان ما تتشققش وما تتكسرش مني يبقى انا عندي ملدنات عندي موانع طفو عندي مساعدات انتشار عندي موانع ترسيب عندي مجففات مجففات يعني ايه البوية دي بتاخد وقت كتير عشان تنشف بحط لها نسبة من اكاسيد الرصاص مثلا يعني من ضمن المواد اللي تساعد على سرعة الجفاف اكاسيد الرصاص والمانجنيز ممكن اضيف منها نسبة طبعا الاضافات المساعدة دي بتضاف بنسب ضئيلة جدا من مكونات الديان ببتدي اضيف ده فيخلي البوية بدل ما بتجفف ست ساعات تجفف اربعة يبقى دي مساعدات على الجفاف او معجلات الجفاف اللي بتخلي البوية تجف اسرع كل دي نوعيات من المواد المساعدة هل هي دي بس المواد المساعدة اللي موجودة عندي في البوية اللي انا هتكلم عنها او اللي اتكلمت عنها في التلات سنوات في الخامات لا انا عندي مواد مساعدة خاصة خاصة يعني ايه يعني ممكن تضاف البوية لغرض خاص زي ايه زي النهاردة عندي انا بدل غاطس السفينة غاطس السفينة بيتضاف له مواد سامة لمنع تكون الفطريات على الجزء الغطس من السفينة ما هو العوالق اللي موجودة في البحر والكائنات البحرية دي لو التسقط على جسم السفينة انت نفسك لو كنت بتتفرج في التلفزيون او لو كنت بالفعل قمت برحلة عندنا طبعا الجمال الرائع في شرم الشيخ والغرداء تحت الماء عندنا روائع بيجيلها طبعا سائحين من جميع انخاء العالم عندنا الشعاب المرجنية المميزة الشعاب المرجنية دي عبر عن ايه كتل صغيرة بدأت تنمو بدأت تكبر بدأت تتكون لحد ما بقت الحاجة الكبيرة او دي ده ممكن يحصل على جسم السفينة مش انت ساعات بتيجي تروح عند شاطئ البحر تلاقي صخرة الفطريات التفايليات اللي في البحر دي والتحالب اللازقة عليها اللي بيبلونها اخضر دي او تلاقي عليها كائنات بحرية متكسرة وتلاقي عاملين عليها العشاش والحاجات بتاعك ده وارد انه يحصل على جسم السفينة هل ده انا عايزه؟ اكيد لا طبعا انا مش عايز يحصل اي تكون لاي فطريات او عوالق او تحالب على الغاطس بتاع السفينة يعني ايه غاطس؟ السفينة اللي انت شايفها دي فيها جزء فوق المية وجزء تحت المية اللي تحت المية ده بيسموه غاطس اذا ان انا عايز غاطس السفينة ده ما يكونش معرض لهذه الكائنات الدقيقة او يكون معرض للتساقها فبحبت فيه مادة سمة يا دي كلها كائنات الكائنات دي اذا تعرضت للمادة السمة دي فما بتلزقش في الجسم السفينة ده مثال في بعض انواع دهنات الارضيات بضيف لها مادة زيادة تدي خشونة عشان ما نعتزح له اذا النهاردة الاضافات اللي بضيفها على البوية بتختلف ممكن اذا كان في بوية لها اغراض خاصة دي بسموها الاضافات الخاصة ان انا بعمل اضافة معينة فيه مثلا دهان عندي بمعرض لاشاء فوق البنفسجية دهان معرض لدرجة حرارة زيادة شوية المهم ان انا بضيف اضافات تديني جودة افضل للدهان نرجع بقى للمواد المساعدة بتاعتنا في بوية الافران طبعا اتكلمنا عن مساعدات الانتشار اتكلمنا عن الملدنات مش معنى اللي انا قلته ان كل المواد دي موجودة في كل البوية لا في بوية بحط فيها ملدن بس ممكن احط مساعد على سرعة الجفاف بس ممكن احط مانع الترصيب بس وهكذا اهم استخدامات بوية السنستيك زياد الجفاف الحراري بستخدم بوية السنستيك في ايه بستخدمها في استخدامات كتير جدا في طلاق في عندي بوية السنستيك للطلاقات العامة استخدام عام يعني بتنفع في اي حاجة ملهاش مواصفات خاصة في طلاقات مخصوص للتلاجات كلمة طلاق عام ده يعني ايه عايزة دهن بيه مطبخ خشب عايزة دهن بيه حاجة عادية عايزة دهن اي منتج عادي مش محتاجة مواصفات خاصة لكن طلاق التلاجة ده اي دهن ينفع عادين به التلاجة لا طلاق التلاجة طلاق له مواصفات خاصة يكون بيتحمل ايه مرافع عليكم البرودة البرودة بس لا والحرارة كمان ليه لان النهاردة الجزء الخاص بالمطور وتشغيل التلاجة بيحصل في ارتفاع في درجة الحرارة الجزء التاني بيحصل في تبريد فبالتالي انا عايز دهن بيقاوم الحاجات دي طبعا هنتكلم عن مكوناته بالتفصيل فيه وقته ان شاء الله بويات السنساتيك ذات الجفاف الحراري فيه منها نوع لطلاق الغسلات هو فيه فرق بين الطلاق المستخدم للتلاجات والطلاق المستخدم للغسلات ها طبعا النهاردة الغسلات مش بس معرضة للحرارة لا دي معرضة للكيمويات والقلويات الموجودة في المنظفات فلازم تكون بتتحملها ومية انا ما بدلقش مية في التلاجة لكن فيه مية داخل الغسالة استخدامات بويات السنساتيك ذات الجفاف الحراري في طلاقات مقاومة للحرارة يعني ايه طلاق مقاوم للحرارة باين من اسمه طلاق للحاجات اللي بتتعرض للحرارة زي البتجاز والسخان انت السخان ده مش جواه نار البتجاز نفسه مش فيه نار مش احيانا البتجاز ده بيبقى مطلي الطلاق ده لازم يكون بيقاوم الحرارة طلاقات الموبيلية والاساس الخشبي ده نوع من بويات السنساتيك خاصة بطلاق الموبيلية والاساس الخشبي مظهر بويات السنساتيك ذات الجفاف الحراري طبعا ليها مظاهر متعددة فيها طبعا في عندي لامع وفي عندي غير لامع وفي بوية محببة وفي بوية موجعدة والحاجات دي كلها هنتكلم عنها بالتفصيل يعني بويات السنساتيك ذات الجفاف الحراري ممكن تديني مظاهر وأشكال متعددة ممكن يكون مشقق ممكن يكون مجعد ممكن يكون عادي ممكن يكون لامع ممكن يكون غير لامع أسليب تطبيق بويات السنساتيك الجفاف الحراري بدهنها بإيه؟ طبعا عندي طرق متعددة للدهان ممكن أدينها داخل أفران ممكن بالفرش ممكن بداخل كباين الرش هنا بقى عندي أو بمسدس الرش هنا عندي دهانات الرش الساخن طبعا ده مصطلح آخر ما معنى مصطلح الرش الساخن؟ خلونا نفكر بعضنا كده مصطلح الرش الساخن هنا إيه الفرق بين البيات ذات الجفاف الحراري وبين الرش الساخن البيات ذات الجفاف الحراري البوية نفسها وانا بدهنها بردة لكن عشان أعمل لها عملية الإنضاج بدخلها جوه الفرن هنا بقى العكس الرش الساخن أنا بقوم برفع درجة حرارة البوية بسخن البوية تسخين البوية بدهن البوية وهي ساخنة لدرجة حرارة بتتراوح ما بين 60 و70 درجة مئوي طبعا حسب المكونات الموجودة فيها وبدهن البوية وهي ساخنة بس بسيبها تجف في الهواء العادي يبقى البوية نفسها هي اللي ساخنة مش بتجف داخل الفرن أنت لو ركست شوية هتلاقي أن مكونات الرش الساخن عكس تماما عن مكونات بوية الفرن في ايه مكونات بوية الفرن تكون سائلة تتجمد إذا تعرضت للحرارة آه شاطرين اللي بيقولولي احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت أن في بوليمرات تالين وتسيل بالحرارة وفي بوليمرات تتجمد وتتصلب بالحرارة شاطرين مرافو عليكم في عندي بوليمرات أو روابط تالين بالحرارة وفي روابط إذا تعرضت للحرارة تتجمد وتتصلب هنا بقى في حالة بوية الأفران أنا محتاج البوية اللي إذا تعرضت للحرارة تتجمد وتتصلب في حالة الرش الساخن أنا محتاج البوليمرات السيرموبلاستيك التي تالين بالحرارة اللي بتتحول الحرارة بتحولها من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة طب ليه قالوا التسخين من 60 ل70 درجة مئوي مش أكتر من كده مش أقل من كده قال لي عندي حاجتين إذا سخنت الدرجة أقل يعني سخنته ل30-40 درجة كده هيبقى مش وصل للسيولة اللي أنا عايزها طب إذا عليت عن كده لأ هيديني سيولة أكتر من اللازم لأ نقول النقطة دي تاني إحنا فكرتنا إيه في الرش الساخن مش أنا عندي مواد روتنجية بس لازم تكون بتلين بالحرارة ده شرط مواد روتنجية أو بوليمرات تلين بالحرارة عندي مكونات البوية الملونات والمخضبات والمخففات نقف هنا عند المخففات في الحالة العادية الدهان على البارد الروتنج قوامه تقيل أنا عايز أخففه فببتدي أحط مزيب المزيب ده ممكن يوصل ل30% من وزن الدهان المزيب بيخلي قشرة الدهان ضعيفة بيخلي تغطية الدهان ضعيفة بيخلي حاجات كتير في الدهان سيئة زي إنه هو ممكن يسبب فقاعات في الشكل الأخير للدهان ممكن سرعة أو تغير الجو بين المزيب والسطح تعملي بصور على السطح زي تخلي السطح كده غير مستوي الدهان المزيب ده كمان مضيف إنه هو إيه تكلفة رايحة في الأرض يعني أنا النهاردة عندي المزيب 30% من تكلفة الدهان يعني الدهان لو ب100 جنيه منهم 30 جنيه مزيب دهانت الدهان راح فين المزيب تبخر يبقى إذن هي تكلفة أنا ما استفدتش منها فكروا بقى في فكرة الرش الساخن إيه فكرة الرش الساخن يا باستخدم نسبة مزيبات قليلة يا باستخدمش مزيبات خالص وابتدي أجيب ملونات وراتنجات قابلة للزوابان بالحرارة طب لو زودت عن 70 مش أنا عندي قوة التصاق اللحن بنسميها اللزوجة اللزوجة دي إذا زادت عن 70-80 هيفقد الدهان اللزوجة بتاعته يعني يبقى خفيف أول درجة إنه ما بيلزقش يبقى خير الأمور الوسط لا بخليه بارد فيبقى متكتل وتقيل ولا أسخنه زيادة عن اللازم فيبقى سايل زيادة عن اللازم وقوة التصاقه تبقى ضعيفة إذا الرش الساخن بيوفر لي تمن المزيب بيديني دهان قوامه أعلى قوامه أفضل انسجامه وانسائبياته أفضل ليه؟ تعالى النهاردة وانت بتعمل إزابة لأي حاجة في البيت بتدوب بتدوب أي مكون على البارد تعالى جرب طبعا مش كل المكونات المكونات زي ما قلنا اللي بتأثر بالحرارة تعالى جرب تعمل الإزابة والنفس المكون ده على الحرارة طبعا هتلاقيه داب بشكل أفضل ومكوناته اندمجت أفضل يبقى النهاردة عندي دهان متجانس عندي دهان قوة تغطيته عالية عندي دهان متين عندي دهان بيجف بسرعة وفرت تمن المزيبات كل دي مميزات في دهان الرش الساخن خلونا نرجع تاني للرش الساخن طبعا ليه بتقرنا قلت لكم عشان نتجنب عيوب الرش العادي اللي هي ايه العيوب دي ان احنا قولنا ان قوة تغطيته ضعيفة بصرف على الفاضي وهكذا ايه معنى الرش الساخن رفع درجة مكونات حرارة البوية علشان تديني سيولة أفضل هو احنا قلية ميز مش مكتوب الحاجات اللي احنا بنقولها عشان احنا بنتعرف على العناوين لسه احنا ما بدأنا الشرح احنا لسه بنتعرف على عناويننا الرئيسية ومحتويات المنهج بتاعتنا بس طبعا ماينفعش ان انا اقول لك كلمة وماقولكش ايه معناها مكونات بويات الرش الساخن فاكر لما قلت لك هنعيد الكلام مرة واثنين وثلاثة بص اهو ما اتضربت ده نفس اللي قلناه اللي قلت لك دي مكونات اساسية مخضبات حقيقية او غير حقيقية موزبات مخففات القوان بس هنا نسبتها بتبقى قليلة مواد مساعدة ودي اللي بتحسن من خواص البوية ودي برضو نسبتها صغيرة جدا ايه الشروط والخصائص الواجب توفرها في مكونات بويات الرش الساخن اهم شرط انها تكون ايه تالين بالحرارة في شرط تاني مهم جدا مين يفتكر ايه هو الشرط ده انت النهاردة انا بقولك ان كل ما التسخين بيزيد اللزوجة بتاعتي بتقل يبقى انا لازم ابدأ بمكونات ذات لزوجة عالية عشان لما سخنها ما تفقدش لزوجتها خالص ايه مميزات الرش الساخن اللي احنا قلناها قوة تغطية عالية تكلفة اقل انسيابية كويسة للبوية عدد الاوجه اقل قوة الفرد بتاعت البوية فبالتالي باستخدم كميات اقل اوفر في الجهد والوقت حاجات كتير جدا في الرش الساخن باستخدمه في ايه استخداماته في دهان جميع او كتير جدا من الاسطح سواء ادوات مستشفيات او ادوات مواصلات او معدات او اجهزة كتير جدا الحاجات ممكن استخدم فيها الرش الساخن بعد كده بنتقل لنوع تاني من الدهانات اسمه الدهانات السيليكونية حتى هما بيسموها الدهانات الحرارية كلمة دهانات السيليكونية يعني اساسها راتينج السيليكون هنا راتينج السيليكون يهمني تعرف عنه انه راتينج سوبر في خواصه يقاوم درجات الحرارة العالية يقاوم البرودة العالية يقاوم الكيمويات والاحماض والقلويات والرطوبة والعومل الجوية يعني باختصار هو راتينج ممتاز في مقاومة اي عوامل جوية يضيف لي ده انه بيتحمل درجات حرارة عالية جدا عشان كيف يسموه مقاوم للحرارة زي ايه؟ عندي مدخنة مدخنة بيطلع منها بخار شديد الحرارة محتاجة أدهنها بديهان أفضل حاجة هي الديهان السيليكوني عندي جسم السخان الغاز في البيت ده جواه اشتعال في عملية اشتعال ممكن أدهن جسم السخان ده المعدني بالديهان السيليكوني البوتجازات الأفران الأجهزة المعرضة للحرارة يفضل دهنها بالديهان السيليكوني طب ايه مكونات الدهان السيليكوني؟ بص معايا كده ايه ده ده الكلام بيتكرر تاني يعني احنا مجدبناش بالعكس احنا هنكرر الكلام أكتر من مرة مكونات البوية السيليكونية برضو مادة رابطة برضو طبعا هنا المادة رابطة راتينجل ايه؟ السيليكون لأنه أقوى راتينج في عندي راتينج تاني زيه مقارب ليه في المواصفات اسمه راتينج التفلون راتينج التفلون وطبعا ده من المواد الممتازة المقاومة للحرارة والاحتكاج المخضبات الملونات حقيقية او غير حقيقية شفتوا الكلام بيتكرر ازاي؟ المزيبات والمخففات اللي بتتحكم فيه قوام البوية أمال لما هو ده نفس الكلام ايه اللي تغير؟ لما هنبتدي نشرح مكونات المادة الربطة هنا غير هنا غير هنا المزيب هنا غير هنا غير هنا وهكذا الملدنات او المواد اللي بتعضيني اللدانة والمرونة والمواد المساعدة هي نفس المكونات ايه خصائص البوية السليكونية؟ اهم خصائصها مقاومة الحرارة ايه استخدمتها؟ دهان الاجزاء المعرضة لدرجات حرارة عالية وصلنا لايه؟ ورنشات ودهانات السليلوز او الدوكو وان شاء الله بإذن الله هنكمل حلقتنا التعريفية فيه يعني استكملنا لاستعراض منهج الخامات في الفصل الدراسي الاول احنا كده مش بقي عندنا كتير فيه محتوية المناج ولكن هو ان شاء الله بإذن الله في الفصل الدراسي الاول طبعا مش المناج ككل هنكمل استعراض بقية عنوين الفصل الدراسي الاول او ممكن ان شاء الله بإذن الله نبتدي ناخد جزء ونستعرض جزء وهكذا كل فترة يعني إن شاء الله في الحلقة القادمة هنبتدي بقى نشتغل بجد نبتدي نشرح نبتدي ناخد أسئلة أتمنى أن التمرين اللي أنا أدهالكم إن شاء الله في الحلقات القادمة كل حلقة هيكون فيها جزء مراجعة جزء أسئلة بعض الشرايح اللي أنا هعرضها لكم على الشاشة تقدروا تشوفوا الحلقة في الإزاعة تقدروا تتواصلوا على الصفحة في الإزاعة على التلفزيون يعني في وقت إزاعتها تقدروا تشوفوها في الإعادة تقدروا تتواصلوا على الصفحة تبعتوا أسئلتكم واستفسراتكم تقدروا كمان إن شاء الله تبعتولي إجابتكم عن الأسئلة اللي أنا هنزلها تقدروا تتابعوا الحلقات على اليوتيوب بعد ما بيتم رفعها على قناة التعليم الفني وتقدروا كمان إن أنتوا تصوروا الأسئلة أثناء ما إحنا بنتفرج على الحلقة في التلفزيون وبعد كده إن شاء الله نقوم بحل الأسئلة دي مع بعض وأتمنى إن شاء الله أن أنتوا تجتهدوا معايا عشان نوصل للي إحنا هو سر نجحنا دمتم متفوقين أترككم في رعاية الله